أمر الخطير جدا كان الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله الذي عاد إلى الربط بين لبنان وغزة متناسيا حقيقة أن إسرائيل تقوم بتصفية قوات النخبة في حزب الله بعد ضربة أجهزة يوم النداء القاتل وأجهزة الاتصال كانت إسرائيل قد نجحت بتحييد ما يعادل 50% من القوة الأساسية من قوة النخبة في حزب الله وتوالي قتل القادة الميدانيين هذا الواقع لم يتنبه له حزب الله أن هناك تصفية وأن ميزان القوى يعاني من خلل كبير ليس لمصلحة المحور الذي تقودها وإيران وإيران هي تبتعد وتقدم نظام المصالح لحماية النظام الإسرائيلي على كل ما عداه بما في ذلك الأذرع التي أنت والعمود الفقري هو حزب الله هو إذا إيران